في يوم الأيام جاء مال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلوس يعني مال فالمهم أعطى بعض الناس ولم يعطي آخرين فكأن الذين لم يأخذوا يعني عتبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطهم من هذا المال فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لأعطي الرجل وأدع الرجل يعني أعطي هذا وأدع ذاك والذي أدع هذا الذي لم أعطه أحب إلي ممن أعطيت يعني هو أحب لقلبي ممن أعطيته قال وإني لأعطي الرجل لما في قلبه من الجزع والهلع إني ليه لأعطي الرجل لما في قلبه من الجزع والهلع وأدع الرجل لما في قلبه من الغنى والخير يعني لا أعطيه لماذا لما في قلبه من الغنى والخير مقياس الغنى ومقياس الفقر هل الحقيقة؟ الحقيقة فعلا والمعيار فالفقر والغنى ما في يد العبد ولا ما في قلب العبد الحقيقة يا أخوانا أن الغنى إنما يكون في القلب والفقر إنما يكون في القلب فالغني غني القلب والفقير فقير القلب هذا المعيار هو معيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم